اشتركوا في القناة من الجسم وبإمكان حتى المرأة التي ولدت قيصريا تستعملها وإلى كل من تعاني من الكرش الزائد البطن المنتفخ الكرش الدهون في البطن والكرش تستعمل هذه الوصفات وطبعا كنت أعملت عدة وصفات في قناتي نترك لكم بعض روابطها في الصندوق الوصفة والتعليق المثبت واللي مهتم بالموضوع أتابع الفيديو للأخير مع مكونات هذه الوصفات وطريقة الاستعمال الفعالة جدا الوصفة الأولى عندنا حليب للجسم أي نوع حليب للجسم عندك ضيف له مسحوق الزنجبيل المجفف الزنجبيل هو السكنجبيل أو الجنزبيل معروف في جميع أنحاء العالم استحمي أولا حتى تتفتح مسام البطن جيدا أو مرر فوطة مبللة بمأداف ساخن على البطن كلها وإدهني هذا وإدهني تغليف البطن ثلث دورات ببلاستيك غذائي نقوم بالحركة سواء تمارين رياضية لشد البطن أو في المنزل أو المشي أو الركض يعني لنسبكم طريقة هذه تخفف لكم من دهون البطن وتزيلها تدريجيا التركيه ليلة كاملة وإلا لا تتحمل ذلك استعملي في النهار 6 ساعات مع الحركة ضروري من الحركة ننتقل الآن إلى الكريم الثاني عندنا أولا بيكاربونات سوديوم بيكاربوناتو وليس بيكينج بودر هذه سودا الخبز تباع في الصيدليات وفي محلات المواد الغذائية بيكينج سودا بيكاربونات السوديوم نضيف لها قليل من بودرة زنجبيل ونضيف لها كمية مضاعفة مثلا نصف ملعقة من بودرة زنجبيل زائد نصف ملعقة من بيكينج سودا نضيف لها ملعقة كاملة من الشب مسحوق الشب الشب حجرة الشب الأبيض الحجر الأبيض هذه كريستالية اللون تشتريها من عند العطار قولي له الشب أو الشب او اشتريها مطحونة جاهزة من عند العطاء لها خصائص ممتازة في تنحيف البطن نضيف لها الفيكس كريمة الفيكس اللي نعلج بها الرشح اللي ندهن بها الصدر لما نكون مصابين بالزكام ألم الركب ألم المفاصل معروفة يعني الصيدلي بحقول له الفيكس هو يعرفها نصنع من الخلطة كريم الفيكس ونجمع المكونات جيدا حتى نتحصل على كريم بللوا البطن بفوطة فيها مادافي لفتح المسام طبقوا هذا الكريم على البطن كلها طبعا باقي الكريم خبوه في علبة يكفيكم لأسبوع صالح لأسبوع خبوه في الثلاجة واستعملوه كل يوم بعد ما تدهنوا الكريم على دائرة البطن كاملة وغطوا البطن ببلاستيك غذائي بثلث دوارات قوموا بوضع فوطة يعني انسيرفيات فوطة على دائرة البطن كلها وضعوا فوقها هذاك الحزام الخاص بالبطن لنستعمله في الرياضة عملوا حركات رياضية في البيت او الماشي او المهم تحركوا ليتعرق الجسم الوصفة هذه ممتازة استعملوها يوميا طبعا لمدة ست ساعات تعطيكم نتائج ممتازة او من الليل الى الصباح ننتقل الان الى المشروب اللي تتناولوه مع احد هاتين الوصفتين عندنا شريحة صغيرة من الزنجبيل الاخضر عندنا قليل من النعناه المجففة او الاخضر لكن الاختيال متواجد عندك قليل من الشاي الاخضر قليل من مسحوق الرمان نضيفوه شريحة ليمون حامض ونفرغ عليه ماء مغلى ساخن جدا نقوم بتغطيته نتركه يتخمر مدة نصف ساعة او 20 دقيقة كل يوم تناولوه على الريق قبل فطور الصباح ب 20 دقيقة وطبعا كل يوم تصنع الكمية جديدة المغلى تستعمله يوميا كل صباح على الريق والكلمات اختاري المتواجد عندك في المطبخ ادومي عليه وكذلك ما تنسوش ابتعاد عن المشروبات الغازية شربوا لترين من الماء يوميا الحركة الرياضة والتغذية الصحية تعطي نتائج مثالية اذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزوله شكرا بزاف بزاف والى اللقاء سلام